عنواني النهاردة بالتأكيد بتركز في المقام الأول حول استعدادات النادي الأهلي لمباراة وادي دجلة اللي هتقام إن شاء الله بعد حوالي ساعتين ونصف من الآن مباراة إن شاء الله اللي هتكون على ملعب السلام وهي مباراة وادي دجلة النهاردة النادي الأهلي ضيف على نادي وادي دجلة في هذه المباراة من عمر مباراة الدور العام وتحديدا مباراة الإسبوع السابع في الدور العام جهاز الفني حدد إطار المرحلة القادمة بعد مباراة وادي دجلة عندنا مباراة أخرى مع حرص الحدود يوم الحد القادم في الدور العام وهي مباراة ضمن الجولة السامنة لبطولة الدورة فبالتالي الجهاز الفني محدد الخريطة ومحدد البرنامج التدريب من النهاردة لغاية آخر الأسبوع إن شاء الله القادم بحيث ترتيب المباريات موعيد التدريبات والكلام ده طبعاً دي الوقت بالتأكيد بيبقى صعب أو إنك تجد راحات ما بين المباريات نتيجة إن خلاص عجلة دارت استيناف المشوار المحلي المباريات في الدور العام فبالتالي كل 72 ساعة مباراة كل 72 ساعة مباراة ده بيتطلب منك جهاز فني تعمل تدريب على طول اليوم التالي بعد المباراة الرسمية اللي هتخدها النهاردة مباراة دجلة فبالتالي الجهاز الفني حدد إن بقر إن شاء الله في تدريب صباحي في ملعب مختارة تيتشي بالجزيرة استعدادة لمواجهة حرس الحدود في الجولة القادمة يوم الأحد القادم عشان تستعد لهذه المواجهة بقر في تدريب صباحي عايقون فيه استشفى فيه تدريبات بدنية فيه تجهيز للعناصر الأخرى اللي بالتأكيد مش هتكون موجودة بشكل أساسي أو حتى خرجت من قائمة المباراة في ظل إن فيلر اختار عشر لاعب فقط لمباراة وادي دجلة على هامش تدريب النهاردة بالنسبة للاعبين المصابين اللي مش موجودين في قائمة فريق النادي الأهلي علي معلول بيخدع لجلسة علاج طبيعي في تدريبات اليوم في ملعب التيتشي بالجزيرة وقدم معلول تدريبات وفقرات علاج بالجاري حول الملعب بعد جلسة الجم في إطار برنامج تجهيز للعودة للتدريبات الجمعية الكابتن سارة عبدالحفيز كان أكد إن علي معلول بإذن الله هيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجمعية عقب مباراة وادي دجلة لكن الرؤية الفنية والمشاركة في المباراة أكيد هتكون خلال الفترة القادمة لما يكون علي جاهز بنسبة 100% ومرحلة شفاءه وجهزيته إن شاء الله بنسبة 100% للمباراة القادمة لأنه بتأكيد محتاجين كل الليعيبة في الفترة الجاية اكتمال الصفوف شيء مهم جدا كمان علي لطفي مش موجود في قائمة مباراة النهاردة لأنه في بعض الأمور الطبية وكان في اختبار طب النهاردة لعلي لطفي لتحديد مشاركته في التدريبات الجمعية خلال الفترة الجاية ونتطمن عن تحسن حالته بالنسبة للمرحلة اللي جاية علي كان عنده إجهات خفيف في العضلة الخلفية لذلك مش موجود النهاردة في مباراة وادي دجلة وفي القائمة ويكون الحارس التالت مصطفى شبير موجود بصحبة محمد الشناوي وشريف إكرامي في مباراة دجلة طيب محتاجين طبعا نطمن على استعدادات النادي الأهلي والفريق في معسكر مغلقة منذ الأمس في إحدى الفنادق القريبة من أستاذ السلام لخد مباراة وادي دجلة زميل العزيز ومراسل القائمة